ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السادسة عشر للمجلس في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافأة التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافأتهم وأكدت مقررة لجنة سعادة الدكتورة جميلة سلمان انتفاء الحاجة للمشروع بقانون موضحة أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية صدر المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافأة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتليه الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافأة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والنص فيه على إلغاء القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافأة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية مبينة سعادتها أنه بصدور القانون المذكور انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض وأصبح لا حاجة إليه وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الوافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ وإعادته لمجلس النواب لإعادة النظر فيه اشتركوا في القناة